وليقترفوا ما هم مقترفون لحظة تعبير ما هم مقترفون طالما أنه أصغى لفتراءات ثم ارتضى فصارت مكونات مكونات على المستوى العطفي والعقلي ارتضى الآن لابد أن تكون سلوك الآن لابد أن تكون سلوك أعيد طالما هو أصغى لفتراءات بأشكال وألوان ثم تشبع فيها وارتضى ارتضى عاطفة وعقل إذن طالما ارتضى عاطفة وعقل إذن سيسلك الآن ستظهر هذه سلوك لما بتظهر سلوك انتهى إيش اللي انتهى لما بتظهر سلوك انتهى إيش اللي انتهى نعم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون لابد أنهم يسلكوا بسلوك على أي أساس على أساس إنه أصغى فارتضى أصار الباطل مكون لابد الآن أن يسلوك طب واذا سلك؟ إذا سلك انكشف الحق وبطل السحر إيش اللي بطل؟ يعني كانت افتراءات على مستوى النظري الناس ممكن ما تقدرش تقيمها الناس على فكرة من خلال دراسات أكثر من ثلثين البشر أكثر من ثلثين البشر الدراسات بتقول المعاصرة لا يستطيعوا أن يقيموا الفكرة وفي عالم النظرية يحتاجوا إنهم يشوفوا واقع واقع محسوس واقع محسوس وثلاثة وثلاثين في المية من البشر ثلثهم ثلث البشر ثلث البشر يستطيعوا أن يقيموا الفكرة قبل أن تتحول سلوك واقع قبل أن تتحول سلوك واقع لكن المية في المية من البشر بتأثروا في السلوك في السلوك إذن ممكن إذن ثلثين البشر ما يستطيعوا يقيموا الفكرة ممكن خدعهم على مستوى الفكرة والافتراعات وما يقدروا يقيموا أن هذه فكرة باطلة كيف ممكن هؤلاء الناس يقتنعوا هذه الفكرة باطلة لما يشوفوا انعكاسها في عالم السلوك لأنه لابد طالما أصغى ثم ارتضى أنه تنعكس في عالم السلوك إذا انعكست في عالم السلوك أصبحت مجسمة والناس حسيين 66% منهم حسيين بدخل معهم التجريديين كمان ثلث ولكن الكل كمان يتأثر بالحس يصبح سلوك محسوس فيظهر فساد الفكرة على أرض الواقع فلما بيظهر فساد الفكرة على أرض الواقع يكتشف الناس أنه هذا باطل إذا لما كان في عالم الفكرة ممكن تقبلوه لما صار سلوك لأهله لما صار سلوك لأهله انكشف وذلك تلاحظوا الناس تغير على إيه أساس الناس تغير مش لأنه الفلاسفة بتكلمه هو بيقنعوا الناس ولا المفكرين أكثر ما بيكون الناس تأثر بالواقع كيف انعكس كيف انعكس الواقع مثلا لما شافوا الناس مثلا أنه الدول الغربية وعالم الغربي فيه انهيارات اقتصادية ضخمة ودول تفلس كثير ناس صاروا يغيروا في موضوع فكرتهم على الغرب والنظام الغربي والاقتصادي الرأسماني عم بيغيروا الآن بعد ما شافوا الواقع ما كانوا قادرين يميزوا الفكرة وهي في عالم الأفكار القضية نفسها في موضوع مثلا الاتحاد السوفيتي عندما نهار كثير من الناس ما كانوا قادرين يقيموا الفكرة مثلا الشيوعية لما حصل انهيار الاتحاد السوفيتي ورأوا محسوس الغالبية العظمى من الناس تكاد تكون 99% خلاص اقتنعوا اقتنعوا ايش عن طريقة تجربة اصبح محسوس اصبح محسوس ولذلك عندما قال سبحانه وتعالى وكذلك اجعلنا لكل نبي بعدين وَلَوْ شَاءْ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمَ مَا يَفْتَرُونَ ليش اذَرْهُمْ لأنه لابد ان تدخل هذه الفكرة في عالم السلوك حتى يتضح للبشر انها فكرة باطلة حتى يتضح للبشر انها فكرة باطلة ولذلك اليوم كما قلنا مهما خدع الناس بالكلام والنظريات والتفاصيل والادعاءات وزي ما بيقولوا الخطط واش برامجي ومش برامجي وتفاصيل كله ممكن تخدع الناس سلوكك سلوكك في الحياة اللي ما يمكن ان تقدر ان تخدع الناس لانه افكارك لابد ان تنعكس سلوك هو في النهاية رحمة في الناس فتنكشف امامهم الحقيقة وعلى هذا الاساس بصير تغيير في المجتمعات البشرية نعيد نقرأ الاية اذن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس اذن العدوة فكرة والافتراءات هي اساس الانتصار وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غنورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليضوه وليقترفوا ما هم مقترفهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة